اشتركوا في القناة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يضاف بند جديد برقم 16 إلى المادة الأولى من القرار رقم 28 لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية ويعاد ترقيم باقي بنود المادة تبعا لذلك نصه الآتي 16 قائد الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين ممثلا عن الخدمات الطبية الملكية بمستشفيات قوة دفاع البحرين